حجر الجارنت قد يعود أصل هذا الاسم إلى الكلمة القادمة من اللغة الإنجليزية جيرنت والتي تعني أحمر داكن أو يعود أصلها إلى الكلمة باللاتينية جراناتوس التي تعني حبات الرمان الفاكهة ذات البذور الحمراء المتماثلة في الشكل والحجم واللون كما في بلورات الجارنت ينتمي الجارنت إلى معادن السيليكا وله نظام بلوري مكعب دوبريق زجاجي ويأخذ هذا الحجر أصله المعدنية من نظامه البلوري متساوي القياس ويسمى أيضا الماندين أنواع الجارنت لاها خصائص فيزيائية وأشكال مماثلة لكنها تختلف في التركيب على عكس الأحجار الكريمة الأخرى فإن أحجار الجارنت لا تستخرج من تحت الأرض وإنما تتواجد عادة بجانب الجداول وغالبا ما تبدو كحصى للوهلة الأولى حجر الجارنت مميز جدا بلونه الأحمر الداكن بالرغم من أنه شفاف ودرجة صلابته على مقياس موس 6.5 إلى 7.5 فهو يحمل صفات العقيق الأحمر والياقوت كثافته النوعية تتراوح بين 3.14.3 يمكن العثور على هذا الحجر بعدة ألوان مختلفة منها الأحمر، البرتقالي، الأخضر والأرجواني، ويتم العثور عليه غالبا في البرازيل، الهند، مدغشقر، سيريلانكا، أمريكا، والنمسا يستخدم غالبا في صناعة المجوهرات، له كذلك عدة فوائد حسب بعض المعتقدات، يساعد على تخفيف آلام المفاصل وآلام الظهر، ويقال أنه يعزز الطاقة الإيجابية والتخلص من الكوابيس أثناء النوم وعدة فوائد أخرى مما يجعل الجارنت حجر مميز اشتركوا في القناة